يا أهلا بحضراتكم في أولى فقراتنا الحوارية وهي فقرة طبية النهاردة إن شاء الله وحنتكلم من خلالها على الموضوع بيشكل يعني عايزين نقول ايه تحدي كبير عند ناس كتير فكرة ان حد يكون بيعاني من السمنة السمنة في حد ذاتها بتشكل ضغط طبعا بطبيعة الحال لكن حتى اللي بيقدر يتعامل مع هذا الملف ويفقد الوزن اللي هو عايز يفقده تمام بغاية هنا زي الفل بتبتدي بقى عنده مشكلة جديدة وهي فكرة تسبيت الوزن فالناس اللي عندها مشكلة في تسبيت الوزن تتصرف ازاي ده اللي حنعرفه من دكتورة دين عبدالسعود اللي منورانا في حلقتنا النهاردة يا صباح الخيران يا صباح الخير عامل ايه كله تمام كله زي الفل الحب اللي تسلم يا رب دايما في أحسن صحة وأحسن حياة طبنا يخليك بتاعلي بتسمع المشكلة دي من ناس كتير يا دين بنفس كم الشكاوى المتعلقة بفكرة ان أنا وزني زايد فيه ناس أكيد بتشتكيلك برضو من فكرة ان أنا مش عارف أثبت الوزن بتتصرفوا بقى ازاي في الحالة موضوع تسبيت الوزن فعلا بيبقى صعب عايز قوة إرادة جمدة جدا واحنا كمصريين بيبقى صعب شوية ان احنا نمسك نفسنا عن الأكل وعلى طول بقول اتباع الرجيم يعني بيبقى فيه أنظمة من الرجيم كتيرة جدا ومش كل نظام ينفع التاني ولو فكرنا ان احنا عايزين نخص مرة واحدة بكليوهات كتيرة قوي خلوا بالكم هنتلحق وأكثر ازاي نقدر نسبت الوزن زي ما انا قلت قوة الإرادة وطبعا رياضة لكن احنا صعب ان احنا نعمل ده فشركة بايو ناتشرلز مقدمة كورس هو كورس بيقدر يخصص بكل أمان وبكل فعالية لان جميع المنتجات مرخصة سواء من وزارة الصحة المصرية او هيئة سلامة الغذاء وعندنا كمان داخل شركة بايو ناتشرلز اللي ارقامها ظهرة على الشاشة لان طبعا كورس بيستل اللي هتكلم عليه هو الشركة الوحيدة الوكيلة لهذا الكورس هو شركة بايو ناتشرلز اللي ارقامها ظهرة على الشاشة بلس ان احنا كمان عندنا صفحة بايو بيستل لطلب الكورس سواء من الارقام او من صفحة بايو بيستل اللي على الفيسبوك وطبعا بطمن كل الناس أن المنتجات أمنة فعالة وهقول إزاي الكورس بيستا بيقدر يخصص بأمان وفعالية وكمان عندنا فريق طبي موجود في الشركة بيقدر يتابع الحالة سواء اللي هيخص أو عايز يثبت وزنه من الستات والرجال لأن الهيستري مهم يعني التاريخ المريض مهم ولازم نقيس الطول والوزن عشان نعرف نقيس الباديماز أندكس نعرف كم كيلو عايز يخصهم هل بتطلبوا أو المختصين اللي بيردوا على المتصرين التليفونية بيطلبوا منهم مثلا صورة من تحاليل ما بتطلب في الظروف هو بالنسبة الكورس بيبيستا مش محتاج تحاليل لأن كل المنتجات طبيعية ولو حتى مريض سكر أو قلب أو ضغط أو كليسترول هو لا يتعرض مع الأدوية اللي المريض بيأخذها من رشدة الدكتور لو هتكلم على منتج الأول اللي هتكلم عليه اللي هو منتج بيستا منتج بيستا فعال جدا لإنقاص الوزن ليه فعال؟ لأن منتج بيستا عبارة عن ألياف أهم حاجة لو عايزين نخص أن احنا ناخد ألياف من أهم الألياف اللي موجودة في منتج بيستا هو ردة الشفان وكشور السليم الاتنين دول مهمين وردة الأمح كمان التلاتة دول مهمين جدا أن هم بيقدروا يعملوا كذا أكشن يعني إيه فايدة الألياف في نزول الوزن أول حاجة الألياف بتاخد حيث كبير جدا في المعدة فحجم المعدة بيقل فلو أنا باكل على الغداء طبقة دي كده من الرز والمقارونة واللحمة والسلطات بس طبعا بيبقى روز ومقارونة ومحاشي والحاجات دي لأ أنا هلاقي نفسي باكل ربع لأن الحايز المتاح في المعدة تلت تربع وخلاص بقى مجهول بالزبط يبقى الألياف بتعمل كده الألياف بتساعد على عدم امتصاص الدهون حتى لو أكلت الدهون في أكلي مش هتمتص لأن الألياف بتساعد على عدم امتصاص الدهون والدهون اللي مش هتمتص دي بتروح فيه مرد خلاص بتنسي في عملات الإخراج بالزبط في عملات الإخراج عندي كمان الألياف بتحفز لي على إفراز هرمون الليبتون اللي هو هرمون الشبع فبقعد بعد ما باكل وبواخد بيستا طبعا بيستا بيتاخد قبل الأكل هو كيس على كوباية مياه كبيرة طعمه حلو جدا لأنه طعمه عصير طفاح ما نحطش عليه سكر ما نحط عليه مياه أو عصير بدون سكر قبل الأكل بنص ساعة يبقى الألياف اللي فيه كمان هتحفز على إنتاج هرمون الشبع الليبتون فقعد ساعات مش حاسة أننا جعانة والألياف بتاخد كمان فترة في الهضم بالذات الأمح بياخد فترة في الهضم فبتقعد فترة أنت مش عايز تاكن طبعا حاسس بالشبع والامتلاء بالزبط يعني فكرة أنه ثلاث أنواع مختلفة من الألياف أنت بتقولي فوست كلامك أنه من ضمن الحاجات اللي بيتم إفرازها هرمون الشبع صح كده هو مش النوع دمي الهرمونات عشان تستجيبي بقى أنت لازم تبقى بيتخط بمراكز معينة في المخ ولا ده موضوع مختلف لا 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 بيستل حلو اللي فيه أنه ما بيخطبش مراكز المخ خالص خالص أما الموضوع يعني تفعيل هرمونات معينة هو من المعدة على طول آه من المعدة مباشرة بالزبط وكمان عندي داخل كنت أقولك ألبا مولتي فيت والسكر في الدم وداخل كمان بيستا عندي حاجة مهمة أو فيتامين سي فيتامين سي طبعا إحنا عارفين أهميته في نظارة البشرة وتعزيز تعزيز امتصاص الحديد لكن الدراسات الأخيرة أثبتت أن فيتامين سي بيقدر يحرق لدهون المخزن من ضمن خصائصه يعني من ضمن خصائصه بالزبط عندي كمان بقى داخل الكورس يبقى أنا كده هاخد ساشة واحدة أو اثنين أو ثلاثة ده لحسب الفريق الطبي لما بنيجي نتكلم شركة بيوناتشللس هما اللي بيتابعوا الحالة هما اللي بيقولوا المريض ستة أو راجل هياخدوا ساشة واحدة أو اثنين أو ثلاثة ده طبقا لوزنه فقط ولا وزنه وسنه وصفته بأمراض من عدمه الوزن والسن وهو لما بيتحسب له الـ body mass index هو عنده دهون قد إيه أوكي ولو الحركة يعني لو ما بتحركش خالص أو الناس بتنزل وتروح شغلها ونازمة بتروح شغلها وقاعدة في البيت فكل الحاجات دي بتفرق جدا عندي بقى داخل الكورس لأن أنا مش عايزة لما أجي أخس أحس أنه شي تعبان مش حلو أن أنا أخس وحد يقولي شكلك تعبان قوي وفي ستات بذلك بتشتكي دايما من مسألة تساقط الشعر وتكسير الضواف طيب إيبقى إزاي هنعمل المعدلة دي أن إحنا مع الكورس في ألب مالتي فيت ده من أقوى الفيتامينز اللي موجودة في مصر أعتقد لأن ألب مالتي فيت أولاً واخد هيئة سلامة الغذاء واخد ترخيص هو موجود في السردليات بس الأفضل أن إحنا بناخده عن طريق الأنقام الزهرة عشان عشان أعرف أخد الكورس كامل هو في أفضلية يا دكتورة دينا للمالتي فيتامينز المستوردة عن المحلية يعني بنلاقي طبعاً مبدئياً كده في فرق هستيري في السعر هو دي كفاية بسرعة يعني دي الواحدة تقفل الواحدة بس برضو في ناس بتلجأ للأدوية المستوردة من منطلق أن في موروث عندنا بيقول ما معناه أن المادة الفعالة المستخدمة في المالتي فيتامينز وفي الأدوية المحلية الصنع تقل كثيراً عن يعني اللي زيها في أي منتج مستوردة أنا من وجهة نظري لا الكلام ده مش صحيح إحنا عندنا مصانع كبيرة جداً مصانع أدوية كبيرة جداً والإنتاج المصري رائع في كل المجالات مش بس في مجال الأدوية في كل المجالات جميل والمستورة دلوقتي مش بنلاقيه أصلاً مش متوفر والسعر كنت بتضرب في واحد لا إضرب في خمسة دلوقتي فغالي جداً كورس بيستا سعر رائع سعر في متناول كل الناس من الغني من المتوسط يعني كل فئات المجتمع تقدر تشتري الكورس عندي كمان طبعاً لو هتكلم على قلب مالتي فيت ليه بقول من أفضل لأنه أولاً بيدعم جداً النشاط وبدعم عملية التمثيل الغذائي فبالتالي بيدعم على الحرق كمان دخله فيتامين بي كومبليكس كل أنواع فيتامين بي يعني فيتامين بي مهم أي نوع الكوبالامين مهم قوي الفوليك أسد مهم قوي هو مش كل الفيتامين بي فيتامين اي فيتامين سي شمعنا بي بالذات ليه أسرة هو تفرع بقى هو الوحيد ليه أسرة لا هي جات كده أول وحيدة اللي ليه عيلة عائلة فيتامين بي بالذبط فيتامين بي عموماً مهمة ليه فيتامين دال ثري وفيتامين دال فور بس طبعاً احنا مناخد الثري الأشهر كعائلة هي فيتامين بي طبعاً فايدته في ايه بالمناسبة فيتامين بي أولاً بيدعمني التمثيل الغذائي وجسمي وكله محتاج تمثيل غذائي ومحتاج سعرات حرارية ومحتاج أعرف أحرق طاقة مش بس للحركة للتقاط الخفية زي التنفس زي عملية طرد السموم الجسم زي عملية ماشي الخلايا المناعية في الجسم عشان تهاجم الفيروس مهم جداً فيتامين بي بلس أنه مهم جداً لدعم الأعصاب عشان كده مريض السكر بيدعم جداً مع الأدوية الخفضة للسكر فيتامين بي كومبليكس عندي كمان داخل قلب مولتي فيت الكالسيوم بنسبة بسيطة جداً عشان الكالسيوم مش حلو ان احنا ناخده بتركيزات عالية بدون ما نسأل الدكتور طبعاً لو عندي هششة عظم ده موضوع آخر لكن الكالسيوم اللي داخل قلب مولتي فيت نسبته سبعين وده مهم جداً لدعم العظم ودعم العضلات وعضلة القلب محتاجة كالسيوم وعلى فكرة الشعر كمان يعني الشعر مهم ليه كالسيوم وضوافر وطبعاً عندي الزنك اللي معروف قد ايه اهميته للمناعة وقد ايه اهميته للشعر وكل الخلايا اللي بتتجدد في الجسم اياً كانت الخلايا محتاجة زنك فطبعاً ألب مولتي فيت هو مجموعة من الفيتامينات المتكاملة ان انا لو خصيت نشاطي مش هحصل له حاجة تركيزي هيبقى عالي جداً لانه بيدعم جداً التركيز ألب مولتي فيت الستات والبنات ما تخافش ان بشرتها هتتأثر او ضوافرها هتتأثر او شعرها هتأثر بالعكس وطبعاً كمان عشان نزود معدل الحرق في الجرين كافي اللي هو القهوة الخضرة بتزود لي كمان معدل الحرق وبيطلع كمان مع الكورس هدية فيتامين دال طيب تعالي نقف شوية عند بيستا تحديداً ونشوف من خلال الفيديو ده تجربة آية وهي كانت بتعاني من السمنة شوف حصل معها ايه تفضل احكي لنا قصتك مع بيستا وازاي ساعدك تخسي انا اسمي اي عاطف رجب عمري 26 سنة كنت 85 وبقيت 65 الموضوع كان صعب معي جداً في الحركة كنت مش بقدر رمشي رجلي كان الوزن تقيل عليها ما كنتش بعرف أخد نفسي كويس اللبس كان صعب جداً ما كنتش بعرف ألبس في سني خالص كنت حاسة أنها بلبس لبس مومو موضوع كان صعب قوي في اللبس كنت بستخدم بيستا قبل الأكل بنص ساعة ثلاث وجبات في اليوم قبلها كنت باشرب الكبية لا طعمه ما كانش فيه أي مشكلة خالص بالعكس وهو طعم التفاح فكان لذيذي يعني ما كانش عندي أي حرمان من الأكل كنت باكل عادي كل حاجة بس هو أصلاً كان بيسد الشهية كنت باكل أي حاجة بس قليل يعني وجبات قليل مبسوطة جداً الحركة بتاعتي بقيت خفيفة بقيت قادرة أن أنا أمشي بروحتي بقيت ألبس اللبس اللي أنا عايزي بنصح أي حد عايزي يخس في وقت قصير وبشكل صحي أنه هو يستخدم بيستا طيب تجربة آية كانت تجربة نكحة الحمد لله في بقى عندنا مجموعة أسئلة جاية من الناس عايزين هما كمان يبقوا زي آية وربنا يكرمهم كب انت شفت الصور يا كريم يعني قبل وبعد قبل شكلها مومتها يعني لما خست نزلت في سن عشرين سن صحيح فعلاً وده بيحصل في كل مرة على فكرة بنشوف فيه أي تقرير زي ده فيه ناس بتحسي كده وكأنها بتتولد من أول وبديد طبعاً الحياة يعني بتتغير طبعاً وموضوع لا موضوع سبنا كمان للستات لا لا دي مشكلة عدم ثقة بالنفس وبيكتائبوا يعني لوحدة لما بتدخن ثلاثة أربعة كيلو بتزعل فما بالك آية كانت أوفرويت قوي قوي صحيح طيب تعالي نروح لأسئلة السوشال ميديا عندنا سؤال من رمين محمود بتقول أنا مشكلتي أن الدهون متراكمة عندي في منطقة الدراعين والجناب فالكورس ده هيساعدني في التخلص من هذا الأمر كورس بيستا طبعاً هيساعدها جداً تقدر طبعاً وبرجع أقول شركة بايو ناتشرلز هي الوكيل الحصري المنتج بيستا ما عندناش أي أرقام لطلب الكورس غير فقط الأرقام اللي ظهر على الشاشة الكورس هيساعدها بتتكلم الفريق الطبي هيرد عليها وهيتبحها كل أسبوع بالمجان وده مهم قوي المتابعة أي حد مريض سمنة مهم التشجيع النفسي ليه جداً 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 فهتلاقي نتيجة كويسة قوي مع الكورس فكرة اللي هي بتشتكي منه يا اسمها نرمين اللي بتشتكي منه نرمين ناس كتير قوي بيشتكوا منه وفيه ناس بتقدر حتى بالإرادة لوحدها تفقد الوزن اللي هي عايزة تفقده ولكن بتفضل المشكلة قائمة في تراكم الدهون في أماكن بعينها واللي على الحاسب أنا عارف أن منطقة البطن بسفة خاصة كمان من أصعب الأماكن اللي ممكن هي أكتر دهون يعني بتلاقي البنات كتير يعني بتيجي تخس وتيجي عند منطقة البطن بتاخد فترة هي بتخس بتنزل بس بتاخد فترة أكتر من الدراعات بس في الآخر بتنتهي اه طبعا ولو أنا عملت رياضة كمان مع الكورس أو لعبت بطن الحاجات دي هتسرع جدا جدا لو عندي ولازم أشرب مية كويس قوي المية مهمة جدا لحرق الدهون على فكرة وحتى المية بتتقال دايما لكل الناس طبعا اللي عايز يخسه اللي عايز يزيد اللي عنده مشكلة في الجلد اللي عنده مشكلة يعني شبحان الله وخلقنا من الماء كل شيء حي المية ضرورية للحياة صحيح وللصحة وبعدين إحنا ندخلين على شتا فننسى أصلا نشرب مية وأحيانا لما بحس أن أنا جعانة بيبقى جوع مية ومش أكل ده بيبقى الجوع الزائف بيبقى أنا جعانة وأنا أصلا عطشانة وباكل فهو بيبقى جوع الزائف ده جوع جسمك في جفاف محتاج مية فلازم نشرب على الأقل اتنين ونص لتر في اليوم ماء جميل طيب سؤال تاني من دينا حامد بتقول أنا طولي مية تلاتة وستين ووزني ثمانية وتسعين وحاولت أجرب ريجيم إن أنا أعمل ريجيم كتير وبخس لكن برجع أطخن ثاني من أول فهالكورسي هيساعدني في تثبيت وزني لما خس مشكلة اللي بتخس يعني كتير جدا من البنات والستات أول ما بتخس وتطلع على الميزان تقيس نفسها تلاقي نفسها خست فبترجع إلا أنا خست فأكل براحتي فبترجع ثاني الضعف والله العظيم ده أنا لسا عندي واحدة صاحبتي كده كوشوا أنا خستت بعد ياب يومين تقولي أنا رجعت تخنت دوني لما خستت رجعت أكل أيوة بحتفل بالخسية فلا يعني لازم عندنا الإرادة ومهم كورس التثبيت من شركة بايو ناتشنلز أكله مدايقني قوي وخايفة أخذ أي منتج يخسس جسمي كله ويسيب اللغذ على وضع دي مشكلة السبتات كثيرة جدا موضوع اللغذ ده لا هي كمان تقدر تستخدم كورس بيستا هيزبط معها الأداء وكمان ممكن لما تيجي مثلا تحط الكريم بتاعها أو الكريم للنهار أو الليل من تحت الفوق ما تنساش الرقبة بتاعتها ومن تحت الفوق أي كريم ترتدي وهو اللغذ ده بيبقى دهون متراكمة ولا بيبقى تراهلات جلدية ولا إيه وضعه؟ بيبقى دهون متراكمة أو ساعات اللي بتخس قوي 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 بيبقى فيه تراهل ده لو كانت تخينة جدا جدا وفي الحالة دي يعملوا إيه بقى؟ التراهل بترجع بقى لدكتور تجميل يعني لو عندها تراهل هو واق بس ده بيحصل لما يكون الوزن زيادة قوي ويخص قوي عشان كده بقول الخسسان لازم بصحة يعني ممكن تكون فقدت كمان الفيتامينز والمينرالز جامد جدا ولازم يتعملوا خطة خلي بالك موضوع التكميم ده كمان طبعا فيه تكميم ناجح جدا جدا لكن لازم الدكتور على طول يدي الفيتامينز والمينرالز عشان ما يحصلش تهدل وما يحصلش الوش يتعب والحاجات دي مهمة صعب ايه حكاية التكميم وقص المعدة والواحد بقى بيسمع مؤخرا على عمليات سامع بس الواحد بيخاف والله صحيح حاجة خاوة انا دكتورة صيدلانية لو باخد حقنا بعض يعني مبركة بقى نفسها قولي فيه ايه دكتورة انت بتنشينها قاوية ده الحقنا بخاف منها اصلا يقولك تيجي مني كنتي بزاق طيب اخر سؤال بس جايلي من غير اسم فالمهم السؤال او المكتوب يقول انا مشكلتي في ان كل ما بعمل دايت بخس بحس بعد اسبوع اني تعبانة جدا ومعنديش طاقة اتحرك ولا اعمل اي مجهود وبشرتي بتبقى شحبة جدا فتنصحيني بايه؟ انصحها ان لازم تكثر يعني تاخد اكل صحي يعني الاكل الصحي مش طول الوقت بقول الاكل الصحي بس السلطات والخضار والبروتينات ده مهم جدا وتاخد الكورس لان الكورس كمان فيه مالتي فيتامين لو معرفتش تاخد الفيتامينات من الاكل بتعوض بقلب مالتي فيت اللي موجود في كورس بيستا مهمة قوي لها فيتامين سي مهمة لها فيتامين اي فيتامين اي مهمة لكل الستات في جميع الاعمار وبالاخص اللي فوق ال 40 مهمة لها جدا فيتامين اي وبيطلع مع الكورس هدية فيتامين دال فيتامين دال 70% مننا في الستات أو يمكن 80% لو جينا ما بناخدش فيتامين دال وجينا عملنا تحليل هنلاقي نفسنا أقل من 20 وأنا كنت واحدة منهم فلازم فيتامين دال مهم للمناعة ومهم للطاقة ومهم للمود ومهم للعظم عشان لو انا فيتامين دال عندي ناقص العظم مش هيمتص الكالسيوم فمشكلة فكمان بيطلع فيتامين دال هدية من شركة بايو ناتشلس جميل احنا استمتعنا موجودك معنا كالعادة نشكرك على موجودك في حلقتنا النهاردة جزيلا شكر ونشوفك ان شاء الله على خير وخلونا نطلع فاصل سريع جدا مشاهدينا في كل مكان ونرجع عشان نستقبل حضراتكم في تاني واخر فقراتنا الحوارية في حلقتنا النهاردة خليكم معنا